مسلسل القبض على أشخاص متهمين بالتعاطي والاتجار بالمواد المخدرة في مدينة السليمانية بكردستان العراق لم يتوقف فمنذ بدء هذا العام تم اعتقال أكثر من خمسين شخصا بتهمة التعاطي والاتجار بهذه المواد بحسب مديرية الأمن في المدينة مشيرة إلى أن أكثر المواد التي يتم تعاطيها هي مادة الترياق وحبوب الهلوسة غالبا ما تأتي من إيران وأفغانستان وجد الكثير منها مخبأ داخل أجهزة مستدركة أن من بين المتهمين أتراكا وإيرانيين وعراقيين كردا وعربا منذ تسعينيات القرن الماضي وحدودنا مفتوحة على مصراعيها هذا العام فقط ألقينا القبض على ستة وخمسين شخصا يتعاطون المخدرات لا يوجد زراع لهذه المخدرات في كردستان لكنها تأتي من دول منها إيران وأفغانستان الدوائر الصحية وأماكن تأهيل المتعاطين بالمواد المخدرة تزداد زحاما بهم في ظل تنامي غير مسبوق لهذه الحالة التي يخشى مختصون من تحولها إلى ظاهرة في حال لم تلتفت الجهات العليا لإيجاد علاجات لها مرات نشوف الجروب أو جماعة سوى يعني يستعملون المخدرات وهذا الجروب الجماعة يأثر على البقية وهذا الجروب يزداد ومن يكون يزداد يكون خطورة على المجتمع يكون أكثر كاميرا الحرة رصدت حالات لشباب وقعوا ضحايا التعاطي بالمخدرات أكدوا أن أسبابا كثيرة ساعدت على إدمانهم منها المشاكل العائلية والبطالة السائدة والملل وفقدان الأمل بالمستقبل بدأت أتعاطى المخدرات بسبب وضع المادي وكنت أعتقد أن أفضل شيء هو نسيان ما يجري لي من مشاكل عبر التعاطي بهذه الحبوب فقدان السيطرة على مصانع تصنيع وتوريد الأدوية من قبل السلطات المختصة في كردستان عامل مساعد على استخدام الحبوب المخدرة التي يعد تداولها محظورا ويحاسب عليه القانون يوسف المندلاوي الحرة السليمانية